اهلا بك يا نذير صباح النور عليك اهلا بكل متابعيك في صباح البلد واعلق على ما ذكره النذير بعد هذه النشرة من هذا الصباح اهلا ومرحبا بالجميع حياكم الله اينما كنتم اخوار العاشرة من قناة البلد اهلا بالجميع انتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان بمكتبه بحضور وزير الخارجية المكلف الاستاذ علي الصدق السكرتير التنفيذي للمنظمة المؤتمر الدولي لاقليب البحيرات العظمى السيد جواو صوميل والوفد المرافغ له في ختم زيارته للبلاد واقدم رئيس مجلس السيادة للوفد الزائر شرحا وافيا حول التطورات السياسية الجارية بالبلاد واجدد خلاله التأكد على استكمال متطلبات الفترة الانتقالية بما يقود لانتخابات حرة ونزيهة بنهايتها واشار الى ان القوات المسلحة لن تشارك في المفاوضات السياسية التي يفترض ان تجري بالبلاد لاتطاحته او لاتطاحت الفرصة لقوى السياسية المدنية للتوافق على تكوين حكومة انتقالية مدنية كما بحث الاجتماع لاستعدادات الجارية لتولي السودان رئاسة المؤتمر نهاية العام الجاري واكد السكرتير التنفيذي للمؤتمر الدولي لاقليمي البحيرات العظمى السفير جواو سومويل في تصريح سحفي دعمهم لجهود تحقيق الاستقرار والتوافق السياسي في السودان والتعاون مع حكومة السودان في مختلف الجوارب اكد دكتور جبريل ابراهيم وزير المالية وتخطط الاقتصادي اهمية تحسين وتجويد عمليات ادارة الوثائق الرسمية للدولة وذلك لمكافحة التزييف والاصدارات غير القانونية للحفاظ على القيمة الرسمية لوسائق الدولة جاء ذلك لدى ترأسه بالادارة العامة لمجلس الوزراء الاجتماع المشترك لقطاعات الوزارية واستعرض الاجتماع تقريرا حول مشروع تأمين الورق المروس ووثائق الدولة قدمته الاساذ امين ميرغان حسن التوم مدير عام مطابع السودان للعملة ويهدف المشروع الى تعزيز استخدام افضل لتقنيات المستحدثة في تأمين وثائق الدولة الرسمية كما استعرض الاجتماع تقريرا حول السياسات الوطنية الاطارية لادارة مخاطر الكوارث قدمه الاستاذ ياسر محمد هاشم مدير ادارة المخاطر والانذار المبكر بمفوضية العورة الانسانية حيث تم التأمين على ضرورة تعزيز المنظومة الوطنية للانذار المبكر ورفع مستويات التأهب على المستوى القوارث واجهة الكوارث بالبلاد كشف الناتق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير في السودان شهاب ابراهيم ان الاعلان الدستوري المرتقب للبلاد يتضمن فترة انتقالية بين 18 الى 24 شهرا وان اجتماعا سيعقد السبت المقبل لمناقشة الاعلان جاء ذلك وقت وفي ذلك الوقت رحبت فيه قوى سياسية بابداء نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو عزم القوات المسلحة الانسحاب من السلطة وتحتزم الحرية والتغيير تقديم مسودة الاعلان الدستوري الى قوى الثورة للتشاور بشأنه املا في اخراج البلاد من الازمة السياسية ووفقا للمتحدث يغطي الاعلان الدستوري الجديد شكل الدولة السودانية وهياكلها ومستوياتها وصلاحيات الحكم واوضح ان الاعلان الدستوري يؤكد على تشكيل مجلس تشريعي ويحدد عدد الاعضاء كما انه يحدد موعد الانتخابات المرتقبة قطع القيادي بالحزب اللشوعي فتح فضل ان الترتيب الاختياري رئيس وزراء يمضي في اتجاه التسوية السياسية التي يرفضها حزبه واكد فضل في الوقت ذاته ان الخطوة امتداد للمشاورات الالية واللقاء الذي تم بين الحرية والتغيير والمكونا العسكري بمنزل السفير السعودي في وقت سابق وقلل فضل من الخطوة قائلا ليس هناك جديد واعلان الحكومة سببه الرئيس هو مساءلة او مسألة التكالب والمحاصصة وتوزيع الوزارات ومن ضمنها منصب رئيس الوزراء حسب وصفه رياضيا وصل الى البلاد المدرب الكنغولي فلوران ابنغي لاتمام اجراءات تعاقده مع الهلال واعلن نادي الهلال عن توصله الى اتفاق مع فلوران للاشراف على الفريق فنيا انطلاقا من الموسم الكروي المقبل وقال المدرب الكنغولي المعروف لنهضة بركان او قاد المدرب الكنغولي المعروف نهضة بركان بتتويج بكأس العرش المغربي وكأس الكونفدرالية في النسخة من الموسم المقضي كما درب فريق فيتوكلوب والمنتخب الكنغولي للمحليين والمنتخب الاول استقبلت حكومة ولاية النيل الابيض بقيادة الاستاذ عمر الخريفة عبدالله وللنيل الابيض المكلف وقيادات الاجهزة الامرية والتنفيذية والقطاع الرياضي وجماهير مدينة كوستي مساء امس استقبلوا فريق الرابط كوستي فور وصوله من مدينة الابيض عقب تأهل الفريق للدوري الممتاز وقدم الاستاذ عمر الخليفة عبدالله ولولاية النيل الابيض المكلف التهنئ للفريق بمناسبة الصعود للدوري الممتاز وقال ان الولاية ستسخر كافة امكانياتها من اجل نهضة وتطوير القطاع الرياضي ودعم الاندية التي تشارك في المنافسات القومية معللا عن قيام مهرجان رياضي كبير في غضون الايام المقبلة وفي ذات السياغ كشف رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة بالولاية الاستاذ عمر الدابي عن خطط وبرامج المجلس المستقبلية لدعم فريق الرابط بكوستي وتجهيز الفريق بالصورة البثلة التي تحافظ على بقاء الفريق في البطولة القومية وقال الدابي ان حكومة الولاية لن تألو جهدا في توفير متطلبات القطاع الرياضي ودعم الانشطة الرياضية المختلفة بجميع المحليات بيذا نكون قد وصلنا وياكم الى ختام العاشرة من قناة البلد نعود مرة اخرى الى النذير لتكملت ما تبقى من موضوعات في هذا الصباح اهلا ومحبا بك نتين مرة اخرى ترجمة نانسي قنقر